ذكر بقى الفلوس والتكلفة دي انا بلاحظ ان في اوروبا وامريكا والبلاد دي منظمات المجتمع المدني كتير وبتساهم في الحالات دي وحالات زيها كتير ليه في مصر قليلا واحنا الحمد لله في ناس كتير معها فلوس الحمد لله احنا مضينا بروتوكول مع بنك الشفا فدي اول مرة برضو ان احنا الاتنين نتعامل مع بعض جهتين ونشتغل في نفسنا هل مثلا كل فروع الروتري بتقوم بنشاط زي ده في حاجات تانية كل واحد ممكن يتبنى حاجة طبعا احنا تبنينا العمليات الاسطار بس في اوبن هارت برضو ده مشروع كبير الحقيقة النشاط اللي هو التطوعي في مصر قليل لا اينا قليل مسبع عدد السكان انا عايزك تسألي سؤال كم فنمية من الشعب المصري بيعمل عمل تطوعي وده ملوش دعو بالغنى والفقر اللي معهوش فلوس ممكن يروح يشتغل عمل تطوعي فده برضو مش منتشر طيب هل في مشروعات دعم مستقبلية ان شاء الله يعني مكملين في هارت تو هارت ان شاء الله ان شاء الله نعمل لها باجت ومستمرين طبعا احنا عاملين ده مشروع من مشروع بتاعنا وده في استدامة في المشروع ان شاء الله ان شاء الله دكتورة امل العمليات اللي بتدي امل اكتر في الشفاء هل عندنا نسب للشفاء وعارفينه بالنسبة للتدخل بالكسترة نسبة النجاح 99% دي النسبة عالمية ومطبقة عندنا الحقيقة في مصر دي نسبة موجودة فعلا انا مش بخترعها لا دي نسبة عندنا في ابو ريش بنحسب ونسبة نجاح اغلاق السكوب خصوصا بين القزينين والواصلة الشريانية بتصل الى 99% طب الواحد في المية بيعملوا ايه دول بتفشل او ملاها تصلح لسبب او لاخر فدول لازم يروحوا جراحة زي ما قلت في حالات لابد ان تروح جراحة الجراحة ما وقفتش الطريقة الحديثة على طريق الكسترة بتعالج نسبة كبيرة من هؤلاء السكوب لكن فيه نسبة ما زالت لسبب او لاخر قريب من السمام سقب كبير زيادة عن اللزوم معا عيوب خلقية اخرى ده ما ينفعش بالاسترة ما ينفعش هو قولا واحدا اللي ينفع ينفع والله ما ينفعش ما ينفعش فدول لازم يروحوا جراحة لكن نسبة شفاء عالية فيه تقدم كتير كمان في الجراحة نفسها يعني احنا عندنا بلوقتي جراحة العلب المفتوح الطفل بيشلوه من على جهاز التنفس الصناعي كتير في نفس اليوم تاني يوم الجرح بقى عندنا انواع متقدمة من القيود بحيث الجرح ما يضايقش لو بنت أو كده ما يضايقهاش الجرح لما بيتعامل في طفل صغير عبال ما بيكبر وبيبقى راجل أو ستة كبيرة بيبقى حاجة صغيرة ففيه عندنا تقدم عالي جدا في مجال قلب الأطفال في كل فروع وانا متحيزة لقلب الأطفال ومرضى قلب الأطفال هم مرضى في منتهى الجمال في منتهى الزكاء دول أعضاء هيبقوا أعضاء ناجحين في المجتمع أعضاء منتجين هيبقوا داكاترة مهندسين بتغير مصار حياتهم طبعا هيجاوزوا دايما الأهل مقلقانين هيجاوزوا آه هيجاوزوا هيخلفوا أيوة هيخلفوا طب مولادهم هيبعدهم القلب لا إن شاء الله مش بعدهم القلب يعني فطب يا ترى رعيتهم بقى بعد العمليات هل إحنا برضو عندنا الإمكانيات أنا عرف برضو العمليات المركزة في مصر وقليلة عدد سريرها قليلة بقى الأستارة ما بيحتاجش رعاية مركزة إلا إذا كان طفل راضية حالة خاصة حالة طولت حالة حتاجت نقل دم أو حصل لخبطة في دربات الألم بالأقدر اللوتي حالات نسبة قليلة المجوريتي الأغلبية العزمة ما بيحتاجوش رعاية مركزة ممكن يروحوا قودة عادي كده جويس لحالك ذكرت موضوع نقل الدم لأن إحنا كنا روحنا كده من كم شهر أنا وابني برضو كان في حالة فلت وهتتعمل وناس قالوا لنا إن الناس محتاجين دم فالحقيقة بيجدوا صعوبة في جامعة أنت عارفة لسه الثقافة الناس بتخاف من تبرعوا بالدم يعني هل مثلا برضو ندعو الناس إن هما يتبرعوا بشكل منتظم لا يستنوش عملية برضو عملنا حمل التبرع بالدم عفاكسيرا في نادي الصيد وعرفنا اللي كان يوم جمعة بعد لأنهما إنت على طول محتاجين دم إحنا على طول محتاجين دم لأن إحنا حتى بنجيب الدم ونحطه احتياطيا أصناع العملية ممكن ما نستعملوش لكن لازم يبقى مرضو ويستعمل لمريد تاني يستعمل لمريد تاني أنا عندي طفلة تأجيلت تلات مرات لسه الأسبوع اللي فات ده بسبب أنها مش لقية فصلت الدم وأنا خفت أدخلها بلد فيها مئة مليونة دكتور أمل مش معقولة مش لقية دم من إحنا محتاجينه أحس الناس من خلال برنامجك لازم يتبرعه بالدم ما فيش أي ضرر على الإنسان يستعملوش مريد يعد يستغيص على الفيسبوك ولا في الجرنان ونحتاج إلى فصيل الدم كذا وخصوصا أن إحنا فيه يعني اللي يقدر يروح لأن فيك ناس كتير عندنا مثلا أمهات حوامل ناس عندها أنيميا دول ما يقدروش خلاص يعطي الأغلبية يقدر لكن الأغلبية يقدر أنا حضرتك يعني من غير فخر يا ده حاجة واجب علي أبقى لي تلاتين سنة سنويا بتبرع بالدم أقرب حاجة في معرض الكتاب أول ملاقي العربية أروح أدبره وده كويس لجسمي يعني آه ويدي صحة ويجدد دمنا وبينفذ ناس وأن أحياها فقد أحيا الناسها جميعا حاجة بسيطة يعني ما تكلفش إنسان غير عشر دقيق من وقت وينوت يعني